ما زلنا متواصلون دائما معكم أيها الأحبة في كل مكان أنا من ولاية باتنا أحييكم أينما كنتم مشتركي الأفاضل في كل ربوع هذا الوطن شرق غرب شمال جنوب أينما كنت عزيزي المشترك أشكرك على دعمك أشكرك على اشتراكك بالقناة أشكرك على تعليقاتك المحفزة وعلى تواصلك معي أتمنى دائما أن أكون عند حسن ظنكم وأبقى دائما في تقديم الأحسن والأفضل بحول الله اليوم في نص فهم المكتوب مع سينيسا للسنة الأولى متوسط سنكتشف النص نقرأ النص نقدم فكرة عامة للنص أفكار أساسية كذلك قيمة مستفادة نجيب على الأسئلة المتعلقة بالنص إذا كنت مهتما بالمحتوى اضغط على زر الاشتراك إن كنت غير مشترك أو اضغط على اللايك لتدعمنا نبدأ على بركة الله بسم الله ماسي نيسا كان ماسي نيسا ملكا عظيما ذا سياسة ودهاء وإدارة ونظام وعناية بالفلاحة والتجارة صبورا على الشدائد ثابت العزيمة خاض غمرات الأهوال ولجج الخطوب بقوة جنان ورباطة جأش حتى تغلب على أعدائه وأورث بنيه ملكا ثابتا ونفوذا عريضا كان لا يفرط في حقه من الملاذ إن ابتسم له الضهر ولكن مع يقظة وحذر فلا يغفل عن أحوال مملكته خوفا من تدبير ثورة وكان له أسطول وسكة مطبوعة بإسمه كان هذا الملك حلوى الفكاهة لقيق القلب مع الصبيان شديدا على من يمس استقلاله متقشفا في نفسه متألقا في مظاهر ملكه لم يرمي بأهله في الحروب تلذذا بتعة النفوذ ولا كان يعتني بشخصه ويهمل شأن أمته كان محافظا على عاصمته وعاملا لترقيتها وتحصينها فجلب إليها أهل العلم والفن من الأجانب وأصبحت على عهده مدينة علم وجمال ورفاهية وقد كان ماسي نيسى نفسه مكبا عن العلم فاشتغل بالعلوم اليونانية والرومانية حتى برز فيها وأصبح عالما مضطلعا بالفلسفة ولما أحس بدنو أجله جمع ابنيه وابن أخيه وأوصاهم بالاتحاد في السلم والتعاون على حفظ المملكة حتى لا ينفرط عقد عزمهم وتذهب دولتهم ضحية الشقاق وقد أدركه حمامه بعدما أدار دولته أحسن إدارة ثلاثين سنة وترك مملكته الواسحة في هناء واطمئنان ذات عمران مستبحر لم تنقسه الثورات الداخلية ولا عطلته الحروب الخارجية إذن كان هذا مقتطف من نص ماسي نيسا في نصفه المكتوب للسنة المبرمج لسنة الأولى متوصل إذن بعدما تعرفنا على النص اكتشفنا النص ننتقل إلى الأسئلة المتعلقة بالنص أفهم النص ماذا تعرف من قبل عن شخصية ماسي نيسا عندما نتذكر ماسي نيسا نتذكر الدولة النوميدية إذن الملك ماسي نيسا هو من أشهر ملوك الدولة النوميدية وهو مؤسس الدولة النوميدية في ذلك الوقت كانت الدولة النوميدية أجزاء منها منتد على أجزاء من الجزائر تونس ليبيا وجزء من شرق المغرب وتم تقسيم النظام في ذلك الحين نظام سياسي بين الماصيل والماسي سيل الماصيل بقيادة ماسي نيسا والماسي سيل بقيادة سيفاكس وهزم ماسي نيسا الماصي سيفاكس الماصي سيلي ووحد الدولة النوميدية والتي كانت عاصمتها في أنذاك سيرتا المعروفة حاليا بقسنطينا ولحد الآن يوجد ضريح ماسي نيسا في مدينة الخروب في قسنطينا والذي سمي ضريحه بصومعة إبليس ولمن أرد الإطلاع أكثر على هذا التاريخ الحضارة الرومانية والنوميدية والحروب البنيقية ما عليه إلا أن يبحث أكثر في الموسوعات وفي المواقع وفي بحث اليوتيوب ليتعرف أكثر على الدولة النوميدية إذن السؤال الثاني خص الكاتب ماسي نيسا بجملة من الصفات الحميدة استخرج بعضها من النص إذن الصفات ماسي نيسا أولا كان ملك عظيم كان ماسي نيسا ملك عظيم ذو سياسة ودهاء الصفة الثانية كان ذو سياسة ودهاء صبور على الشدائد وثابت العزيمة كان حلول فكاهة رقيق القلب كان صفات كثيرة في النص يمكن أن تستخرجها سؤال آخر يمكن أن يطرحه لك الأستاذ في القسم ما الذي مكن الملك ماسي نيسا من غلبة أعدائه هو قوة جنانه ورباطة جأشه قوة جنانه ورباطة جأشه وما الذي أورثه لأحفاده أو لأبنائه أورثهم ملكا ثابتا ونفوذا عريضا السؤال الثالث أذكر بعض أعماله وهو يدير دولته بعض أعماله وهو يدير دولته لم يرمي بأهله في الحروب تلذذا بسعة النفوذ لم يكن مهتما بنفسه وهملا لشأن أمته لم يكن يعتني بشخصه ويهمل شأن أمته وكان محافظا على عاصمته وعاملا على ترقيتها وتحصينها إلى أي مدى كان اهتمامه بالعلم مثل ذلك لذلك من النص كان مهتما كثيرا بالعلم حيث أنه بكثرة اهتمامه بالعلم أصبح فيلسوفا حيث جلب إليها أهل العلم والفن من الأجانب وكان مكبا على العلم فاشتغل بالعلوم اليونانية والرومانية حتى برز فيها وأصبح فيلسوفا بما أوصى بنيه وابن أخيه لما قرب أجله أوصاهم بالاتحاد في السلم والتعاون على حفظ المملكة حتى لا ينفرط عقد عزمهم وتذهب دولتهم ضحية الشقاق إذن هذه كانت بعض الأسئلة المتعلقة بالنص الآن ماذا يمكن أن نقدم كفكرة عامة لهذا النص؟ كفكرة عامة لهذا النص؟ يمكن أن نقول ماسي نيسا الملك العظيم وحسن تدبيره لشؤون مملكته أو نقول سيرة ماسي نيسا الحافلة ودوره في إرساء دعائم الدولة النوميدية الأفكار الأساسية لأننا ثلاث أفكار أساسية الفكرة الأولى الثانية والفكرة الثالثة الفكرة الأولى يمكن أن نقول صفات ماسي نيسا ونهجه في تسيير شؤون دولته والفكرة الثانية يمكن أن نقول حسن سياسة ماسي نيسا حسن سياسة ماسي نيسا للمملكة وإقباله على العلم الفكرة الثالثة وصية ماسي نيسا لبنيه ونصحهم لهم بالاتحاد وصية ماسي نيسا لبنيه ونصحهم لهم بالاتحاد ماذا يمكن أن نقدم كمغزى عام لهذا النص أو كقيمة مستفادة لهذا النص نص ماسي نيسا يمكن أن نقول على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكاريم أو نقول أما علمت أن الموت ينسي ولا يذكر غير الذي له أثر الموت ينسي ولكن يذكر غير الذي له أثر ترك أثرا كهذا العظماء الذي تناولناهم في مقطع عظماء الإنسانية كالرازي ابن الهيثم عدة عظماء تناولناهم في في مقطع العظماء جميلة بوحيرد فرنس فانون كلهم عظماء بالرغم من أنهم ماتوا إلا أن أثرهم ما زال يذكرهم لذلك نقول أما علمت أن الموت ينسي ولا يذكر غير الذي له أثر إلى هنا نكون قد وصلنا أبناء التلاميذ إلى نهاية الفيديو أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا النص شكرا لكم على متابعتكم ولا حسن إصائكم نلتقي في نصوص أخرى وفي دروس أخرى ألقاكم بخير والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر